بمؤسسة عمليات العنف المتصعدة والهجمات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب الإرهابية في الصومال تتصعد التحذيرات من مجاعة تهدد ملايين السكان هناك جراء الجفاف والتغيير المناخي المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في الصومال بيترو كويلتون حذر من مجاعة تهدد أربعة ملايين وثلاثمائة ألف شخص أي ما يعادل ربع سكان الصومال بحلول نهاية العام الجاري جراء الجفاف والفيضانات الناجمة عن تغيير المناخ وأكد ويلتون أن الجفاف أودى بحياة الملايين من رؤوس الماشية ودمر عدداً لا يحصى من المراعي والأراضي الزراعية لافتاً إلى أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت الصومال شلت قدرة البلاد على التعافي ووضعت ملايين السكان في خطر المجاعة وكانت الأمم المتحدة قد قالت في تقرير قبل أيام إن الفيضانات التي بدأت مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي في الصومال أدت لمقتل إثنين وثلاثين شخصاً على الأقل وتشريد نحو أربعمائة وستين ألف آخرين بين النازحين ولاجئين في دول الجوار وذلك عقب سنوات من الجفاف ووصفت تلك الفيضانات بأنها حدث لا يتكرر إلى مرة كل قرن